الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعامل معرفة يقدم الدرس الرابع في تاريخ الفكر الاقتصادي History of Economic Thought تحت عنوان الفكر الاقتصادي بعد الحروب الصبيبية وبخاصة الحديث عن أفكار القديس توماس لكويني ورجل الدين جون كالبين Economic Thought After the Crusade نبدأ بالحديث شكلت الأحداث الآن هناك أحداث بين الزمن الذي عاش به أرسطو وزمن القديس توماس لكويني سينت توماس لكوينيس هذه الأحداث شكلت محركا لتغيرات جماعية كبرى في أوروبا أرجو أن تنتبه لما يقال أنه من المهم جدا أن نتعرف على الزمن والأحوال التي اكتنفت تلك الأيام بين زمن أرسطو وزمن القديس توماس لكويني شملت تلك الأحداث سقوط روما أحد منها مع نهاية القرن الثالث وبدأة القرن الرابع الميلادي والجلل الكبير الذي دار حول طبيعة السيد المسيح عليه السلام ونتيجة للتأثير القوي للكنيسة الكاثوليكية تغيرت كل هيكل القوى أو هيكل القوى في المملكة العوبية ودخل القساوسة في خضم الفكر الاقتصادي ومنهم القديس توماس الإكويني ورجل الدين جون كالبين نظر أنه من أعلام الفكر الاقتصادي الكنسي بمعنى آخر أنهم رجال دين وخاضوا بأفكار القصارية عميقة وسنأتي على بعض التفاصيل إن شاء الله في المقاطع المقبلة خاطب الاكويني وكيفين قضايا قصارية متعددة جاء على رأسها الربا الربا يزري بمعنى الحديث والقديم وتجاوزا أرسطه في التفاصيل حول المسألة أرجو أن الانتباه حول ذلك الآن استند رجال الكنيسة في تحريمهم للربا إلى قول المسيح عليه السلام قول المسيح عليه السلام اقرض بحرية من غير انتظار المقابل هذه من الأقوال المجيد للسيد المسيح عليه السلام بأن الربا كان محرما تحريما مطلقا الآن وقول النبي طبعا أضف إلى ذلك بأن هؤلاء القديسون استندوا إلى أنبياء العهد القديم منهم النبي داود عليه السلام عندما قال في الترانيم يا رب من سيكون تحت خيمتك يجيب الرب ذلك الذي لم يضع نقوده للربا Lord who shall abide in thy tabernacle طبعا ربنا يجيب he that have put not out his money to use her على الرغم من الاهتمام الكبير للكويني بموضوع تحريم الربا لاحظوا لي الآن إلا أن التراث الكاثوليكي يطفح بالأفكار والمفكرين والقساوسة الذين اعتبروه محرما قبل أن يظهر الإكويني نفسه على مسرح الأحداث الفكرية بصرف النظر عن أن الإكويني برز كمفكر حقيقي في الحقل الاقتصادي نتابع اختلف الكويني عن أرسطو في أنه اعتبر النقود مقياسا للأشياء النقود أضحها تحت خط حتى تنتبه أخي وحبيبي المتابع النقود اعتبر مقياسا للأشياء المشترى ما يعني بأنها مستقلة عن الأشياء المشترى مستقلة وإذا كانت قيمتها كذلك يعني وقيمتها مثبتة fixed value فأن تقييمها بشكل مختلف عما هي عليه يؤدي إلى تشويه طبيعتها وهي أنها غير قابلة للبيع كسلعة حيث قال حول ذلك بأن بيعها يؤدي إلى وجود قيمتين مختلفتين للشيء الواحد عندما نبيع النقود بنقود من أجل الزيادة معنا آخر إذا الآن اقترض أحدهم مني دينار وقلت له أعطني إياها آخر شهر دينار والربع هذا معني أنه والله الدينار اختلفت طبيعته وهذا مخالف للمنطق حسب رأي توماس ليكويني ما يعني بأنه الآن هذا محرم كما وردت على اليسان ليكويني to sell money would be to give simultaneously two different evaluation to the same measure وهذا طبعا إيش يعني مخالف للمنطق بيعها يؤدي إلى وجود قيمتين مختلفتين للشيء الواحد نتابع هذه الأفكار تختلف عن ما قاله أرسطو وقد أضافها لكويني على ذلك بأن نقود تستهلك بواسط الإنفاق ما يعني بأنه لا يجوز أن يكون لها سعران لأن جوهرها واستخدامها هو الشيء ذاته ومخالفة ذلك يعد اعتداء على مبدأ العدل أي أن الإنسان عندما الاقتراض كأنه بيع وشراء فعندما يقتضى الشخص ما دينار ويدفع مقابل دينار ربع بعد انتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها بين المقرض والمقترض فإذا زاد على الدينار معنى ذلك أنه خالف مبدأ العدالة حسب رأي ذكويني وهو طبعا قول متوافق مع ما قاله الأنبياء والرسل قبل الإكويني لكن على الرغم من موافقة القساوس الكاثوليك لأراء الإكويني كي بشكل عام إلا أن عددا منهم قد اختلف معه بالتحريم المطلق للربع لاحظوا أن بعض القساوس مثل بعض المشايخ بهذه الأيام أجازوا الشكل من أشكال الفائدة لأسباب الله علم شهية فالمهم إلا أن عددا منهم قد اختلف معه بالتحريم المطلق للربع فقد ابتدعوا قائمة من الاستثناءات تجيز الربع هذه الاستثناءات تجيز الربع في بعض الحالات ومنها على المثال أن المقرب يخسر شيئا من الأمان في وقت الطوارئ إذا احتاج نقوده التي اقترضها أو أقرضها عفوا وخسارة فرصة استثمارها والربح الممكن من الاستثمار لاحوة يعني أنه إذا المقرب أعطى مبلغ من المال لمقترب فإنه كما يقول هذه القائمة من الاستثناءات التي ابتدعها القساوسة أنه يخسر شيئا من الأمان في وقت الطوارئ وأنه يخسر ما يسمى الفرصة البديل opportunity course كما تعلمناها نحن بالغصال الجزئي أو بالكل حتى إلى ما وصلنا إلى منتصف القرن الثامن عشر حيث لم يعد الرباء أصل الشرور كما كان يعتقد في السابق بل يصبح جزءا من ثورة فكرية في عالم الاقتصاد يسمى ربحا كما لو كان ربحا من بين سلعة عادية لم يعد ينظر إلى الإكويني إلا باعتباره إنسانا مستقيما من الناحي الاجتماعي والدينية لكن أفكاره فقدت بريقها وتأثيرها في عالم الربح والتجارة والإقراض فتسامحت الكاثوليكية مع المسائل التي رأتها في الربى خلال القرون الأولى معنا آخر الآن عندما انتقلنا من القرن الثالث عشر رابع عشر نحو الثالث عشر سابع عشر ثمان عشر تراخت الآن سلطة الكنيسة ويعني تسامح الناس مع موضوع الربى وتسامح رجال الدين كذلك مع موضوع الربى اتخذ الكاهن جون كالبين الآن ندخل في يعني بعد الثورة البروتستانتية في ألمانيا على يد مارتين لوتر ظهر قساوسة كثير منهم جون كالبين جون كالبين الآن هو صاحب العقيدة الكالبانية كالبينيزم وهي العقيدة الدينية الاقتصادية اللي مهدت لقيام الرأسمالية هذا الكاهن جون كالبين البروتستانتي اتخذ نهجا مختلفا في التحليل ووصل إلى نتيجة مختلفة تبيح الربى باعتباره ربحا مشروعا كما لو كان ربحا من بيء سلعة ما كان كالبين مصلحا بروتستانتيا جاء في زمن كان هيكل القوة في المملك الأوروبي قد بدأ بالتغير الجذري نحو التحرر من سيطرة الكنيسة على مقدرات الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية كان سيطرة الكنيسة في عهد الكويني متجلية خاصة في احتكارها لعالم الفكر وأصحابه وكان عالم القرون الوسطى مرعبا لكل مفكر مستقل عن الكنيسة أما كالبين فقد جاء في زمن تراخت فيه السلطة الكنيسة هذه مهم جدا وكان الناس متعطشين للشيء الجديد خاصة ما يتعلق أو ما تعلق منه بالمعيشة والعمل والتجارة إذن الآن أصبح الناس عندهم فعلا توق إنهم يشوفوا أفكار جديدة تختلف عما تبناه القساوس والمفكرون المسيحيون قبل كالبين نتابع عاش كالبين في جينيف سويسرا التي كانت في سنوات القرد السالة عشر حاضرة غنية تقام بها المعارض الموسمية ويأتيها التجار والسكام من بلدات البلدات والدول المجاورة وجذبت إليها عدادا غفيرة من المهاجرين أتوا إليها بحثا عن فرص العمل والحياة الرغيدة هنا الآن مهم جدا أن نتابع مع استعمار العالم الجيد من قبل البريطانيين والإسبان والبرتغاليين هنا الآن أمريكا الشمالية وهؤلاء أمريكا الجنوبية والثراء الفحشي الذي حققه الإسبان والبرتغاليون من معدن الذهب الذهب هنا الذي أتوا به من المستعمرات الجديدة الجديدة وأنفاقهم البالغ في أنحاء أوروبا الغربية ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات لاحظوا صار فيه عنده انفليشن أو تضخن هذه الأسعار تفعت أسعار الأراضي والعقارات والسلع أثرت على أهالي البلدات والدول الأوروبية كانت جنيف منها ما أدى إلى انخفاض معدلات الأجور العمال إلى أقل من حد الكفافة وحدوث مجاعات بين العدد الكبير من الأسر الفقيرة يعني هذا مهم جدا أن الثراء الذي تميزت به أوروبا خاصة بريطانيا والبرتغال وأسبانيا وإنفاقهم بشكل كبير جدا أدى إلى ارتفاع الإسعار وتأثر طبقات الفقراء منهم لفتت هذه الحالة انتباه كالبن جون كالبن فجعل منها خطبا وعضية لأهالي جنيف تقرأ عليهم صباحا كل أحد في الكنيسة التي رعاها كالبن نفسه تضمنت رأيه وأقوال القساوة السابقة عليه وأقوال السيد المسيح عليه السلام ركز كالبن في تلك الخطب على حث الأثرياء على محاربة الفقر بكل الوسائل الممكنة وقد تغنى بعض المفكرين الذين عاصروا بأقواله الفلسفية الجاذبة لاحظ هذا القول القوي على لسان كالبن عندما يعكر شخص واحد صفو العالم كله وجشعه أو يرتكب السطو أو يقمع دولة عيسى وعندما يؤذي الأبرياء سيصرخ العالم إلى متى إلى متى لكن أكثر ما لفت انتباه المفكرين ما كان يعتقده كالبن نفسه ويعلمه لأتباعه في الكنيسة هذا من أقوى يعني وأعمق الأقوال التي ركز عليها ربما القارئ يتفق أو لا يتفق لكن أرجو التدقيق في المعنى العميق للقول هذا شو بيقول وهو عن فكرة القدر شو بيقول كالبن بيقول قدر رب النجاة والسعادة لبعض الذين اختارهم من غير خير فعلوه وقضى لآخرين العذاب المقيم الدمار من غير ذنب اقترفوه طبعا هذا بالحق يعني صفة عدم العدل بالرب لا سمح الله لكن هكذا يعني ظن كالبن بأنه هذا حكم من حكم الله بأنه قضى ربنا أو الرب النجاة والسعادة لبعض الذين اختارهم من غير خير فعلوه وقضى لآخرين العذاب المقيم من غير ذنب اقترفوه باللغة الإنجليزية هي ترجمتها من الإنجليزية العربية بتصرف كانت لهذه العقيدة آثار مباشرة على نظرة المؤمنين البروتستانتي إلى العالم من حوله فمن ظن أنه من الفئة الناجية فقلتها بالأعمال التي مشانها أن تدر عليه عائدا كبير مجمع الثورة وهنا أساس الرأسمالية هذه ظن كثير خاصة من البرطانيين ورثتهم الأميركان أجلو ساكسون بأمريكا الشمالية بأنه يعني الرب خلص شو مع منا إحنا بسامحنا ورح ندخل للجنة وبالتالي التهوا بأعمال مراكمة الثورة الثروة عفوا من أجل الثروة نفسها أما من ظن بأنه من الفئة المطروضة من الرحمة الطلب فقد انغمس بالمال الذات والعمل الذي يعظم حصته من الدنيا الفانية كما رأها كانت الكريسة البروتستانتي أكثر تسامحا مع التحرير الإقصادية التي كان الناس ينتظرونها في أوروبا خاصة في ألمانيا وبريطانيا وأقل تشددا في قضايا مخالفة لتعاريم القساوس الخاصة في موضوع عقيدة الخلاصة المسيحية ولهذا السبب نجحت حركة التصحيح التي قادها مارتل لوتر في ألمانيا 1600 يعني في القرن السادس عشر سابع عشر وقد راقت الأفكار التحرير التي تبناها القساوس البروتستان لأصحاب الأعمال والمقرضين والتجار ويمكن اختصار موقف كالبا في الربا في جملة واحدة إذا كان القرض مؤديا للمقترض فإن المقرض آثم وإن لم يكن مؤديا فهو مشروع لا يختلف عن الربح المحقق من بيج سلعة الماء وعادة ما يضرب بعض المفكرين أمثلة على الطريقة التي نظركها من بواسطة الربا وتمييزه بين فرض الربا كعمل آثم والطلب الفائد اللي هي المعنى الآخر كعمل مشروع تجاري فلو اشترى أحدهم بيتا بمال مقترض وكسب من البيت بدل الإيجار فإن الفرق بين أصل المال والمبلغ المدفوعة يعد فائدة لاحظوا لي إذا واحد اقترض حتى يبني بيتا حسب قول كالفين وهذا البيت أجره معنا تربح هذا المقترض فحسب قول كالفين بأنه هذا فائدة وليس ربا وقال في هذا السياق لا أحد يقترض النقود من أجل أن يخفيها أن يخبئها يعني أو أن لا يحقق منها ربحا ما يعني بأن الفائدة هي من الربح وليس من النقود المقترضة كي نتابع راهن كالفين على الضمير هنا الآن يعني بيت القصيد بأن كالفين راهن على ضمير الأشخاص المقرض والمقترض باعتباره مقياسا للتمييز بين الإثم والمشروعية فمن يطلب القض بسبب حاجم لحاة تتعلق بالحياة والموت والكرامة والفردية فإن الربح المفروض عليه يعد إثما على المقرض واعتداء على مبدأ العدل ومن يطلب القض كي يتاجر ويربح ويدعي خلاف ذلك فهو آثم لأنه اعتدى على حق الآخرية وهذا الرأي يخالف رأي الإكويني الذي اعتبر الربا إثما عظيما لتناقضه من مبدأ العدل بصرف النظر عن مبرر الحصول على القرض وبالتالي فإن عامل الضمير الشخصي جدا هو الذي يقرر مشروعية الفائدة ويجعله من الربا إثما كبير أو عكس ذلك أخذ مفهوم السعر العادل في أيام الكويني شكلا مختلفا عما كان عليه أيام الحامرابيين والإغريق خاصة في عهد أفلاطون ورسلو وقد أدخلت عليه تعديلات تعود القانون الروماني القديم اللي هو كوربوس جورس سيبيليس والبنود المتعلقة بالعقود وإمكانية تخلي أحد الأطراف المصطرح القانوني باللاتيني ليسو إنورميس اللي هو إمكانية تخلي أحد الأطراف عن ناسوليته بالعقد حدد السعر العادل في أيام كويني بشكل ضمني يطلب من صاحب المبدأ الأخلاقي الموراليست كالقاضي أو رجل الدين أن يعرف بأن السعر المحدد لصفة المعينة مقبول أو مرفوض بناء علاقة عادتين الآن السعر العادل مقبول أو مرفوض أو السعري يعني مقبول أو مرفوض بناء عقلها أن يكون عرف المقبولي بسموها نورمو بكسبتابلتي معروفا بشكل صريح للأطار المتعاقدة وهو السعر العادل ثانيا أن يفسر أي انحراف عن عرف المقبولي بطريقة أخلاقية أي من خلال القانون الساري أو الفتوى الديني القويمة قال ابن عن إنتاه يطرح طوماس الكويني أسيد كثيرا في كتابه الشهير خلاصة اللهوت منها السؤال 77 في الجزئين الأول والثاني A والثاني A الذي يعكس سكيره بالظلم الذي يحدث في التبادل الطوعي بين الأفراد أي من خلال بيع الشراء وقد عرف السعر العادل كما عرفه أرصت حسب الخاصية التبادلية أي العدل التبادل اللي أقوله هنا المقصود بالعدل التبادلي يعني شرحناه في مقطع سابق لكن الآن أرد عيده أو حسب الخاصية التوزيعية أي العدل التوزيعي ففي العدالة التبادلية يتبادل أطراف مسؤولية الاتفاق بالتساوي وليس طرف واحد كما في الحساب A زائد B تساوي B زائد A أما في العدالة التوزيعية فيتوزع الغنم والغرم على الطرفين كما في الحساب A مضروبة في القوس B زائد C تساوي A في B مضروبة في B زائد A في C معنى آخر الطرف هذا لحق غنم أو غرم من خلال يعني دخول A اللي هو الأكشن بمعنى آخر لحظوا لك التطبيق الرياضيات الرمزي على مفهوم عدالة لكن حسب موقع الفرد المجتمع من الممكن أن يقوم شخص محايد بعمل إضافي كي يصحح مسار العدل وهو الفعل الذي يسمىه أرسطو عدالة تصحيحية أو Corrective Justice رأى لي كويني أن العدالة التبادلية تعني مساواة الشيء بالشيء أي الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وهي نسبة حسابية arithmetic proportion كما يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والبر بالبر والتمر بالتمر أما العدالة التوزيعية فهي توزيع السلع المشتركة بين الأشخاص حسب النسبة والتناسب أي حسب الموقع النسبة لأشخاص في الهيكل الاجتماعي يعني اللي قيمته مضافة في المجتمع أعلى بأخذ أعلى المخترع كذا غير عن الشخص العادي يعني الإنسان المسؤول بأخذ أكثر هكذا على الأقل ظن الكويني بحيث تعكس هذه الموقع النسبة مدى مساهمته في تحقيق هدف المجتمع وهي نسبة هندسية كما رأاها أو Geometric Proportion كبار أهل الكويني يضرب الكويني مثالا من أغسطين في مدينة الرب هذا أغسطين يعني واحد من مفكرين مسيحيين اللي كانوا أصحاب الفكر العميق في السؤال مشارع إليه وهو السؤال 77 من خلاص اللهوت حيث يقول قد يكون ثمن الحصان أغلى من ثمن العبد وقد اعتبر مؤرد دخول في الاقتصاد بأن هذا الرأي قد يكون الحجر الأول في نظرية السعر Price Theory المبنية على فكرة المنفعة بالتعريف الشخصي أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن نلتقي في المقطع إن شاء الله الدرس الخامس بإذن الله قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله